ما الذي قاله الرئيس هادي في حواره الأخير؟ وما الذي لم يقله؟ هل فتح هادي كل الملفات المغلقة بينه وبين المخلوع دفعة واحدة؟ فيما يبدو أن الرجل قد أزاح الستار عن أحداث كثيرة وكبيرة ليلة سقوط صنعاء وخطة تحريرها رقصة صالح صاحب الحروق من الدرجة الثانية والدور الإيراني وحزب الله ثم خبايا حرب القاعدة والحوثي ودور الجنرال علي محسن إلى أن سقوط صنعاء كان الحدث الأبرز في حوار حمل معه كثيرا من الصدق والجراءة فصنعاء التي سقطت بالخيانة من جيش كانت قيادته العليا أو نسبة كبيرة منها موالية للعائلة الحاكمة سابقا الجيش ذاته الذي كان خيارا ماثلا لصالح في مواجهة ثورة الحادي عشر من فبراير الذي قال المخلوع عنه بحسب هادي إن أحد عشر لواء عسكريا مهيئ لقمع الثورة حوار هادي المطول مع صحيفة عكاد كشف فيه عن كذبة الحروب الستة التي قال فيها إن صالح كان يرسل عشر قاطرات ذغائر لعلي محسن ويرسل اثنتين عشرة قاطرة لعبد الملك الحوثي وفيما اعتبر الحوار من قبل متابعين أنه كشف للحقائق في سوق عكاد اعتبر آخرون أن هادي قال كلاما وحقائق كان هو أيضا طرفا فيها ومشاركا بشكل أو بآخر في صنوع تلك القرارات أو حتى السكوت عنها كان بمثابة تواطئ خصوصا ملفات القاعدة والفساد فيما رأى آخرون أن أبرز ما جاء في الحوار هو ما يتعلق بالمستقبل الديمقراطي للبلد خصوصا ملف الاستفتاء على الدستوري وهي الخطوة التي أعلن الرئيس هادي القيام بها فور انتهاء الانقلاب بالإضافة إلى دعوته لانتخابات يشرف عليها ولن يكون مرشحا فيها وإن ظلت أبواب الحرب وجراحها هي الأهم اليوم بالنسبة لليمنيين